أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وتسمى بفاتحة الكتاب وتسمى أيضا بسورة الحمد وهي يعبر عنها السبع المثاني والله سبحانه وتعالى جعلنا عندما نصلي أن نقرأها في اليوم عشر مرات في صلواتنا الخمس وهذا سر لا يعلمه إلا القليل لما ورد في الفاتحة من فضل عظيم اشتركوا في القرآن